موسيقى موسيقى الموسيقى ال hook موسيقى الموسيقى them سمعت بك معنا على سبيل أسانيا تهجب أن تكون معنا وعملت نكتبه أنت تتعلم مجالك لكي تتكلمون عن تلك التعريف والمعارضة وكيف تتحرك الالتعاملات المعارضة بالتصوير من المتحدث عن التقدم من التعامل سيد خوسي أنتونيو أنه أدش أثر الحجر والCOVID-19 أكثر دولة هي الأقوى في مكافحة فيروس كورونا والتصدي اقتصادياً لألو وكيف رح تأثر هيدا الجائحة على مسار الاقتصادات حول العالم مهمة في الحربة إلى 2008 Well there are only very few positive numbers in terms of growth. I would say China, despite the fact that it was the first country affected, is probably going to be one of the few countries with positive growth over the whole year. The expectations are that the economy سوف يبدأ بإستمرار في السنة الثالثة ولكن المتحدثات مقابلات كبيرة يمكن أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع ما نستطيع أن نستطيع أن نستطيع الاجتماعات الإنسانية نعم بقول سيد خوسي أنتونيو أنه الاقتصاد بالإجمال كان بحالة رقود قبل فيروس كورونا كان متوقع أن هذه السنة لا تشهد كثير من التحصنات والتقدم بالإقتصاد حول العالم الجائحة سبب الاقتصاد العالمي وكل البلاد تأثرت بهذه الجائحة خاصة البلاد المتقدمة التي حدث فيه انهيار ببعض الدول فينا نحكي كمان عن الانهيار مثلاً الذي حدث فيه عام 2008 و2009 في البلايات المتحدة الأمريكية والصين تأثرت كمان بالرغم من أنه أول بلد يعني مبين فيه فيروس كورونا وهي ستكون من أول الدول التي تتخطى هذه الأزمة بحسب أوله المتوقع أنه الاقتصاد يبدأ يتحسن يمكن لبعد سنة أو سنة ونص بالفترة المقبلة السؤال الثاني لألك سيد أنتونيو أيضاً لأن السؤال امريكي الأمر في الملاد المت ajustes إليم لكي أنه خطة الوحيان أو الوحيان نهائية كيفية المال المتقدم في المنطقة المتقدم فيه ما سيكون ما سواء طريقة لتجمع هذه المنطقة في كولومبيا بالطبع لتساعد هذه المنطقة أسأل السيد خوسي عن أهم الخطة أو خطة الطوارئ التي يمكن أن تعمل هو التمويل المالي المباشر للأشخاص التي يمسأل حاجة كيف يمكن أن يكون في كولومبيا تطوير هذه الخطة Well, the crisis affects, in particular, the dependent workers and notably the informal ones in countries like Colombia maybe 60% of the workers are informal some of them are not affected particularly the rural workers because they can't continue producing and they have no restrictions, let's say, on their economic activities They may face problems selling their crops, but otherwise they continue producing. The problem is very severe in urban areas, especially when you have quarantiner. Because that means that the independent workers, the informal ones in particular, سويا الكثير من لا نقوم بدراً أيضاً. وضعها احتجاز المفيدة هي خلال انقوم security ويقوم بجالبخلون بها ويقوم بجال اشتركات المدفعة لأشخاص لا تشعرون بها ولكن لا تستطيع الاجتماع رائع فهذا كانت أحذارنا السؤال ويجب أن نقوم بعمل لأن المستقرانات حاء التفاصية إلى لمبالي أساساً حادث عن تنظيم سرقائل سرقائل لنبدع سرقائل سرقائل لنظر بالنسبة للادار للأساسي المنسبة المتقرانات التي يدخلها هو إليها كاركوية كان للمستقرانات المنزل بعض المرجع للقرب هذا هو أيضاً جيداً، ولكن حسناً، عندما كانت عملية، كانت عملية قليلاً 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 لذلك الواقعات ستكون قليلاً قليلاً من إذا كانت عملية قليلاً 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 نعم، سيد خوسي أنه في كثير عمل في كولومبيا تأثروا بجائحة كورونا وبالأزمة خاصة لتجارة، الحاجة الصحية، بالحاجة الصحية في كثير عملية طاروا يقعدوا بالبيت وبالتالي ما عندهم مدخول ومردود مباشر لا يقدروا يكفروا بحياتهم اليومية وكانت أفضل طريقة هو التمويل المالي المباشر لها هؤلاء الأشخاص والفئة المهمشين والأكثر فقراً أكيد لا يكون عندهم مردود يومي السياسات التالية التي تعزم الحكومة الكولومبية أن تقوم بها هي مساعدة الشركات الصغيرة على البقاء ضمن العجل الاقتصادية المهمية أن نقول لهم أن بيجال تقريرهم من الصعوبة كانت من المقارات المالية وليس في المقارات المقارات في أمامهم كيف يمكن أن نحصل من هذه الجهاز؟ الوضع التي تقريرها بالمقارات المرة توقف إلى الشميع الأولى ولماذا لا يمكن أن تكون قد نفتلك المقارات في هذه المقارات المالية أسأل السيد خوسيق أن الخبر الاقتصاديين قالوا أنه من أسوأ الاقتصادات حول العالم هو بالشرق الأوسط وبالشرق الأوسط هو اقتصاد لبنان للأسف وكيف فينا نحن كمان هلأ نحن نتوجه لأنه نعتمد الدولار الأمريكي بأسواقنا ليش عم بيصير في هذه الخطوات باعتماد الدولار بأسواقنا وليش ما بنقدر نعمل قرارات مصرية وقرارات فعلا بتهدي الاقتصاد بأوقات الأزمات ألم لا أعلم بأسواق للمنان أعلم أنه هو في ديارة قصة دقلات يجب أن يكون بالتقلات في حالة لتعني المزيد من الأسفل ومعها المزيد من الناس في المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد اللعية تدريسا كثيرا في مدرسة بالدولة. بكل مدرسة في مدرسة في المدرسة اثناء الاحث ocurيرات في الهاتف неسة. ولكنتبرة المدرسة اتعتمدها في ليس بالفعل في حلب الانسجاح وليس أج говорم في أي طلب المدرسة. ما يحدث فيه في المدرسة احيان سيساعدك الانتاج تواجد التعليقات تجد رحليات لغزارة الامرسة. نحن، في المدرسة لخفرّمت بكثيرا بكثيرا بناديا نعم بإجاز بيقول السيد خوصا أن هو ما كتير بيعرف عن اقتصاد لبنان ولكن بيعرف أنه نحن بأزمة كبيرة والدين لازم يصير في عدد جدولة للدين العام أو الدين الحالي بس نحكي عن دولاريزيشن أو جعل الدولار هو حاكم العالم هي سياسات سيئة جدا مثلا جارتهم جارتهم الإكوادور بكولومبيا تجهت لعملة اقتصادة بيعتمد على الدولار وكل مرة بيصير في أزمة بتمسأ الدولار كمان هي كمان يعني بتمسأ وأكيد يعني نحن بدنا نقول أنه الاقتصاد مبني على نظريات اقتصادية لازم نحن نقوم بتوجيها وتفعيلها أكيد ونحن نتأمل أنه لبنان يخرص من هالأزمة ومن هالأزمات المتتالية للأسف التي نحن نشهدها دائما هل أنت أبتميسك أو أساسيماسك عن الإكتصاد العالمي؟ أسأل أسايا تخصي إذا هو إيجابي أو سلبي يفكر بإيجابية أو بسلبية إجاه الاقتصاد العالمي؟ جزيان الأستقال العالمي سيقع على المطاعة العالمي الإجابية من التحصيح لتحصي إجابي الإجابية من التحصيح إنه إجابي أن هناك سيكون وضع بيشانب ويستشهد بشانب ويستشهد بشانب ما يحدث أساسي كيف سيكون تحصيح سيكون المتحدة كثيرا. الوظائف المتحدة لديه المتحدة بالتمنى من العربية لضع الانسياتي من المتحدة في المتحدة حتى نفسه على المتحدة من المتحدة المتحدة والنحوال البعض لا يترفق على سبيل المتحدة من المتحدة سوف الأن المعرض خارج مصنعاًا هناك أمارات تقليل من الخامس على تقليل الدرسول الأن العربية والذي كانت لمعارات التقليل من الماضي في ذ践 التقليل مضح للتقليل باستثمرتهم مضحاياً في الغريقة التقليل باستثمر مباشرة ولكنه المبتداع لتجارة قادمة وجودتنا مختلف لتجارة لفضيصف في التكارية، جدتنا في قبل آخر جميع أخرى ولنقضي عدة الارتالية في تجارة من قبل هذه المترجمات أكثر من المترجمات ولكنني أعتقد أنها لن تكون لذلك كما كانت المترجمات نعم بإجريس بيقول أنه قدرة تحمل الاقتصاد العالمي مبني على أي مدى قدرين أن نسيطر على جائحة كورونا إذا في موجة تانية وهون منطرح سؤال أنه قداش الموجة التانية من الفيروس كورونا الذي ممكن تكون أقوى من الموجة الأولى ممكن تأثر على الاقتصاد بالعالم طول ما الجائحة مستمرة طول ما الاقتصاد ما ممكن أنه يستعيد عافيته ورح ندل متأخرين باستعادة العافية في كتير أمثلة لانهيارات منحكي عن الانهيار اللي صار بالرواية المتحدة الأمريكية سنة 1929 ولكن سيد خسين أنتوني هو متفائل حول أنه ما رح يضم هالانهيار والاقتصاد رح يرجع يستعيد عافيته قريبا جدا ماذا تعتقدتك عن الناس المتحدة الأمريكي عن المتحدة الأمريكي؟ وماذا تعتقد الأمريكي عن المتحدة الأمريكي؟ هل تقريبا من المتحدة الأمريكي؟ أسأل السيد خسين أنه ما مستقبل الاقتصاد؟ هل الطلاب الاقتصادي اللي عم بيدرسوا هالمادي أو هالماجر هالاختصاص بالجامعات بياخدوا إشياء بعيدة كل البعض عن الواقع الاقتصادي بالعالم؟ اللظامل مبالأ من المتحدة الأقل للخصول عن الإستراب الأسواق يوصف الهوالي العادة في كل ما وجود lأس على القناة sería س تبعونا بمجرد جيدة قطعة. أعتقد أنهم لا يوجد هذا المسؤول ويأتي تنظر أو تحديد أعطيس بشكل كبير مرحلة كبير في الوقت الأساسي في الوقت الأساسي يجب أن يتعود من الحالي. لكن لا أعتقد أن هذا يتعرض في الأممم المتحدة هناك الكثير من الأممم المتحدة نعم بيقول الاقتصاد مبني على نظريات اقتصادية وايضا على تمارين براكتس يلي بيعملوها طلاب من تحليل بيانات وغيرها المدارس التقليدية والنظريات فقط راح تبعد اذا فينا نقول عن احتبعد الطالب عن الواقع ولازم يصير فيه كومبينيشن بين كل شي نظريات بيتعلمون بالجامعة وكيفية تطبيقه بالواقع الاقتصادية اللي مفروض على العالم بيأسره اذا فيك تعرفنا اكتر و اكتر عن حالك سيد خوسي انتونيو حضرتك كمين ممكن عندك اصدارات عديدة اذا فيك تقلنا ابرز الاصدارات اللي حضرتك بتحبه وقريبه على قلبك وشو هي المشاريع المستقبلية اللي حضرتك بصدد انك تقوم فيها انا لديه مختلفة جدا في كاريرا بين اقتصادية و اكاديميا انا لديه عام 10 عام في قرارة كولومي انا لديه عام 10 عام في الولايات المتحدة انا لديه عام 10 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 عام فعي بيش انتونيو واحد مر مدى ووو مشك وقم اعتقدم اي بيش انتونيو حضرتك بتوسمي موثمت زند بس المشروع في المشروع. وهذا من المشروع how to travel بالموثمينوا في المساعدة؟ والذي تخلط بسيطة. أنا حقا لدرم هذه ايضا. ويشدون تبار أمي الموثمين سيقومون في هذه المشروع. ويشفو أنهمهم رمضة مجلونا. الآن في حلقة الأربع، حالي حول إلى الديوء يجب أن يكون في الأمر المدى، وتمتلك الكثير من التالي العربية في الدنيا. أنا مرتدي فيجموز ممتعه وخصيت المكان على انقليس المنزل في خلال المياه انزلت الاشتراك عن الترنت في مقابل المنزل في للتشاكل العملية كبيرة بطل المنزل من المنزل وحسبهم وان الآخرة على المنزل بين الحياة ومتعارات المنزل وهذا يمكنني أن تكون في المكثرة بالنسبة لحظة كولومبيا أجل أن تكون في المكثرة كولومبيا تتعليم بمكثرة الجدادية والتواجهات التقلية نعم بإجاز يقول لسيد خوسين أنتونيو أنه يعمل مزيج بين الأكاديمي والتعليم وبوضع السياسات الاقتصادية يعمل عشر سنين في الأمم المتحدة وعشر سنين بكل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية كمان وكان عنده فترة كتير طويلة بقطاع التعليم من إصداراته الأحد إلى قلبه هو The Economical History of Latin America يلي هو مترجم لأربع لغات The International Monetary System وحاليا الجائحة حدث له كتير من نشاطاته وكمان خاصة هلأ عم يتفرغ لتحليل الواقع الاقتصادي بكولومبيا وعم يشتغل على دور التغيرات المناخية بتأثير على النظام المالي Thank you so much for this amazing interview Mr. Jose Antonio Ocampo And we are so glad that you were our guest We hope that after this COVID-19 The economy all over the world will get better Because we really need the economy to be strong countries And as you know Lebanon is facing a lot of difficulties Especially in his economy And in its economy I hope that as I said before Everyone will get the opportunity to be back to his job To his family To his normal life مشاهدينا شكرا لمتابعتكن لها الحلقة المميزة مع سيد خوسيا أنتونيو أوكامبو من هلأ لنرجع نلتقي عن جديد انتبهوا كتير على حالكم والألا معكم مشاهدينا اشتركوا في القناة